كنت من فترة كده نزلت الفيديو عن مجال ال جي اي از اللي هو مجال جيوبرافيك انفورميشن سيستم او نظم المعلومات الجغرافية بالعرب الفيديو ده حقق نسبة نجاح معقولة حاركوا الاحصائيات حتى على الشاشة دلوقتي فنسبة نجاحه افضل بكتير من الفيديوهات اللي حواليه في نفس الفترة بالرغم من التصوير انا نفسي بقول لك او كان زفت اكيد الكلمة دي مرت عليك مرة واحد فا يعني مش التصوير مش حلو الكلام ده كلف عايزين نتكلم عن المجال ده بشكل اوضح وبشكل افضل بكتير من الفيديو اللي فات خلينا نخش في الاكشن على طول واهلا بيكون فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع هنتكلم في الفيديو النهاردة عن تعريف ال جي اي اس الادوات اللي بتستخدمها والحاجات اللي مفروض تكون متعلمها هنتكلم كمان عن مجالات العمل والمساميات الوظيفية في مجال الجي اي اس يعني لما تروح تشتغل هتشتغل ايه بالضغط او يبقى اسمك ايه وحنا اتكلم كمان عن مرتبات ومستقبل المجال ده عاملة ايه في مصر ويعني على مستوى العالم كله اللي اننا بقى نبدأ على طول كده باول حاجة وهي تعريف مجال او الجي اي اس النظام ده هو نظام بيتم على تلات خطوات وهي جابعاً بيانات جغرافية وتغزينها وتحليلها للصدور نتائج تكون نافعة بعد كده طب ايه الكلام اللي احنا قلناه ده تخيل يا سيدي كده انت عندك العمارة بتاعتك دي تعتبر منطقة جغرافية وكونة من تلات اربعة دوار عشر دوار خمستاشر اللي انت تكون فيه وكل دور في كم شقة معينة انت دلوقتي تقدر تجمع بيانات قد ايه من العمارة بتاعتك دي هتقدر تجمع عدد السكان اللي في كل شقة عدد الاطفال قد ايه وعدد الناس الكبيرة قد ايه توزيعة الناس ايه فيه شقة فاضية ولا مفيش فيه شقة متباعة متأجرة هتقدر تجمع بيانات زي دي جمعت عمرهم جمعت هوايتهم بعد كده جمعت التاريخ المرضي ليهم كم واحد عيان كم واحد عنده مرض مزمن ومش تقدر بشوية المعلومات اللي احنا عملناها دي كلها تحدد انت كده جمعت اول حاجة بيانات جغرافية في منطقة معينة وبدأت تحللها عندك تقول مثلا اه ده انا عندي خمسين طفل اقل من مثلا عشر سنين ده انا عندي تلاتين وريد مسلا امراض مزمنة او عندي لقيت اكتشفت ان في مية مسلا من سكان كلهم عندهم امراض مزمنة حللت كده بيانات عرفت ان الاطفال اقل مسلا والامار ده اكتر يبقى تقدر تفتح المكان اللي تحت البيت ده صيدلية ساعتا تواصل بنسبة كبيرة انك هتكسب اكتر طيب لو الاطفال اكتر افتح بقى سايبر او افتح مسلا في حاجة اطفال او كده فانت متوقع ان خلال الخمس ست سنين اللي جايين انت هتكسب من حاجة زي دي كويس وبعد كده تعيد الدراسة بتاعتك تبدأ تحلل ايه المنشاط اللي حيكون افضل في العبارة دي. بقت منطقة. بقت بلد. بقى العالم كله. طيب هل هي بتقتصر على المعلومات الجغرافية دي وبس الاجابة برضو لا. الاجابة عندك حاجات زي المعلومات المناخية المعلومات الجغرافية نفسها. الاراضي والمعادن والصروات الطبيعية كلها. حتى الاراضي الزراعية والاراضي الصحراوية ممكن تستغلها في ايه? والكلام ده كله. فبقى انت بتدرس كل التفاصيل الجغرافية للمنطقة اللي انت طبعا مساكها واللي انت هتشغل عليها. وده تعريف الجي اي اس. بالنسبة الادوات اللي محتاجها هي ادوات هي كتيرة شوية بس اشهر الاتنين هم ارك جي اي اس وحتلاقي له كورسات كتير على اليوتيوب. وفي كيو جي اي اس. اللي اتنين دول مية مية بس هتحتاج بهم حاجات زي جوجل ايرس اللي هو من رمج الخرايط بتاع جوجل العادي بتاعنا. هتحتاج طبعا جوجل ايرس اي بي اي اي. لو انت طبعا علاقتك برمجية اكتر. هتحتاج ادوات اي 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 وبايسون عشان تقدر تحلل البيانات دي بشكل اسرع وبشكل. يكون افضل بكتير من التحليل اليدوي. التحليل اليدوي على فكرة شغال وده. اللي مش خريك حاسبات ومعلومات يقدر يكمل في حاجة زي دي وانوش دعوه بقى بالكودنج والكلام ده. لكن اللي احمل لنا علاقة بالكودنج تقدر تتبع على الخرايط دي والدنيا معاك تبقى مية مية وتقدر تحلل عليها بحاجات بالاي وستري دي موديلينج وحاجات كتيرة جدا. شغل يعني حاليا هو مجال واسع جدا لما يعني حاجات كتير جدا. ده بالنسبة للأدوات والحاجات اللي امتى هتحتاج تتعلمي حتى كورسات هي مش بقى بودة في اغلب الجامعات حاليا. بالنسبة لمجالات العمل هي ان احنا اقول انها زي الظواهر الملاخية تقدر تشغل في المناخ والتفايرات الملاخية والاماكن اللي هتبقى حارة والاماكن المتوقمة تغرق مسلا البحر او بخلاص مستوى البحر يرتفع عليها. التضاريس والجبال والحاجات دي كلها كمان. انها في زواهر الجغرافية او المناطق الجغرافية. التوزيع الجغرافي للسكان والموارد زي مسلا عدد الابكار او عدد اللحوم وعدد الدواجن. حاجات اللي كنتم بنخدها في الجغرافية بتاع الزمان دي بس على الحقيقة بقى. بتتعمل دراسات طبعا حتى لو نزول ميداني او بالامر الصناعي او غيره باجهزة شعر عن بعض. حاجات دي كلها كشف عن المعادن والكشف عن الصروات وتوزيع الصروات داخل الارض فيه بمتاقة جغرافية معينة. المناطق اللي تصلح للزراعة اكتر المناطق اللي تصلح كمواطق صناعية اكتر والحاجات دي كلها وطبعا يترسم بيها خرايط الكلام ده كله. حتى لو خرايط الكترونية عشان كده قلت لك استعين بجوجل وانماط الحياة زي اللي احنا قلناها في الاول حتة الناس دي او المجموعة دي من المناطق الجغرافية منطقة غنية مسلا الناس فيها مستوى من المادي كويس فتقدر تطلع بمدرسة الناس هتبقى كده عليه تقدر تفتح مسلا سلسلة مطاعم كبيرة او حاجة لكن ما تروحش في منطقة ضعيفة سكانيا او الناس فيها. يعني مساوى مش قد كده وبتعمل حاجة زي كده. فكل دي مجالات عمل في المسميات الوظيفية او الوظيفة اللي هتقدر تشغل فيها لو انت هندسها او حاسبات حتى تقدر تشغل في التخطيط العمراني بس طبعا بعد الفهم والتحليل ده كله التخطيط العمراني بيشمل المناطق الزراعية والمناطق السكانية الطرق الكباري والحاجات دي كلها. تاني حاجة هي ادارة الموارد ده بيكون قسم في بعض الوزارات وبعض الشركات الكبيرة ادارة الموارد دي بقى النهاية احنا عندنا كم مغزن عندنا? المغزن ده بعد كزا عندنا مصلعة هنا مش عارف في ايه عندنا ايه وهكزا? وازاي تحلل البيانات دي عشان تطلع افضل وهو. احسن حاجة ممكنة من التوزيع بغرافية للموارد اللي عندك والاصول اللي عندك. وتالت حاجة هو قسم ادارة الازمات. تشتغل كمدير للازمات او في قسم ادارة الازمات. حصلت ازمة في حتة فبردو ايه اللي تقدر تنقزه تعمله تخطيط للازمات? يعني ببقى هي واحدة ادارة ازمات كده في اي شركة كبيرة او اي وزارة او حكومة حتى تعطيها. بالنسبة للمرتبات مرتباته بتبدأ من خمس تلاف لعشر تلاف رينج كبير لان هي اصلة زي ما تجدى مجال كبير جدا. وحتى مش شرط خريجي هندسة ولا حسابات كل يوم معلاقة بحاجة زي دي ممكن. خريجي كوسمو جغرافيا اداب كوسمو جغرافيا او في اقسام كتير بقى جغرافيا ومساحة والحاجات دي كلها برضو يقدروا يشتغلوا في ال جي اي اس. شوية الكورسات وشوية التعلم في الحاجات دي. ما فيهاش اي مشكلة. فمرتباته بتبدأ من خمس لعشر تلاف لو انت خبرتك سنة او تلات سنين بالكتير في المجال اعلى من كده ممكن توصل لعشرين الف واكتر من سبع سنين بقى في المجال انت بقيت خبير بالفعل. فممكن من عشرين لاربعين الف جنيه مصري شهريا طبعا عشان برضو اللي يبقى مش فاهم او كده. بالنسبة للمستقبل بقى المجال ده مستقبله يعني فيه تطور لان او هي حاجة متموتش عاملة ازاي قسم مدني كده في هندسة. كان في دكتور في هندسة بيقول ان قسم مدني ده يموت امتى? في تلات حالات بس. ان الايامة تقوم ان الستات تبطل تتجوز وان الصحراء تخلص. فالتلات حالات دول اللي هيوقف فيهم البناء والتلات حالات لو فكرت فيهم شوية هم تلات حالات مستحيلة. نفس الكلام هيحصل في ادارة وتخطيط عمراني والكلام ده كله مستحيل طبعا ينتهي او يقف في يوم الايام. حتى لو رايح شوية بس هيرجع تاني وحيكون افضل من اول وتحليل البيانات احنا بقينا محتاجين ودلوقتي اكتر بكتير عشان مجال ان بدأ يكتسح الدنيا كلها. وبس دي كانت كده فكرة عامة عن مجال الجي اي اس بجودة احسن والفيديو اللي فات اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقفتكم لو عجبك ما تنساش جمدين احنا لايك او عندك اي سؤال قولي في الكومنتات تحت وما تنسي تشوف الحلقات والحكاة تولي كورسات اللي جاء بازل اشترك في القناة عشان يبصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الهواء.